بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضراتكم والنهاردة اللي قدام حضراتكم ده هو صنف طماطم سيلفيانة مزروع في الكويت بتاريخ واحد تمانية يعني النهاردة الجمعة تلاتة سبتمبر تسعة سنة عشرين واحد وعشرين الصنف ده هو عشان نزرعه او اي صنف يعني هتزرع في المعادة ده هو تمام في الحقيقة يعني عشان بس ما نجذبش على بعض لازم يكون عندك امكانياتك كويسة كوناتك كويسة من ناحية مكافحة الامراض ومن ناحية التبريد الاول لازم يكون ايوان التبريد ما يكونش اي حاجة وخلاص حتى اولا لازم تزرع تحت التبريد مكيف تاني حاجة التبريد كمان ما يكونش سيء لابد يكون تبريد كويس وانا برجح ان حتى البيوت المفردة للأسف الشديد في التبريد ما تبقاش حلوة لازم يكون عندك صلاة زي اللي قدامك دهية او مجمعات بحيث انك بتزرع فيها لانك هتعاني وهتعاني من حاجات كتير اولهم درجة الحرارة والرطوبة العالية درجة الحرارة يعني حتى التبريد لوحده في الشهر الاول ما بيكفيش فبنتطر ان احنا نعمل تزليل والتزليل ده هوت بيقابله تحكم او كنترول في عملية الري لان انا لو زليلت النهاردة وابتديت قدي كميات مية كبيرة للاسف شديد هيحصل عندي مشاكل كتير بحيث ان انا النبات عندي هيسرول ويسرول بمعنى عندنا يعني هو مصطلح في الزراع عموما بيكتبوه حتى في كليات الزراع عندنا في مصر لكن الاخوة اللي برة ما بيعرفوش كلمة اسرولة يعني النبات هيطول ويبقى السق بتاعته رفيع عشان بس ما حدش يقول انت بتقوله ايه اه دي حاجة الحاجة التانية اه طبعا الرطوبة للأسف الشديد ما تقدرش لا انا ولا انت ولا اي حد تحكم فيها تمام انا رحت لسلطنة عماء كان فيها ومشروع هناك اه للأسف الشديد كانوا الصينيين بيقولوا ان احنا نقدر نتغلب على الرطوبة فمسقط بالذات فللأسف الشديد الرطوبة عندهم معاليا ولا يمكن حد يتحكم في الرطوبة عشان حتى التبريد التبريد ما روش علاقة اصلا يعني الرطوبة لو بره مثلا وصلت 190 عندنا في بعض الايام لو دخلت جوه هتلاقاها تقريبا فوق المتين لان البيت جوه اساسا بتبقى فيه الرطوبة اكتر من بره ليه لان النبات عندي بتنفس وبيفرز وطلع رطوبة من الاوراق بتاعته غير الرطوبة بتاعت التبريد كمان وغير الرطوبة اللي في الجو فالدنيا يعني ما بتبقاش كويسة خالص بصراحة تمام درجة الحرارة الى حد ما زي ما انت شايف كده 34 او 33 الرطوبة عندك هي 79 يعني 80% دي بتعتبر يعني الدنيا كويسة خالص يعني احنا للأسف شديد بنوصل لـ 190-180 يعني حال بيبقى سيء جدا بقى من طلع والرطوبة طبعا بتدايقني نفسيا انا اكتر حاكتين اتدايق منهم نفسيا وانا بزرع تمام طبعا وانا في البيت ما عنديش مشكلة بس وانا بزرع اكتر حاكتين يتعبون يعني في العوامل البيئية اللي هي الرطوبة العالية والهواء المحمل بالرياء بالرمال والأتربة دول اكتر عاملين بيعملوا لنا مشاكل في البيوت المحمية او حتى خارج البيوت المحمية فبناخد بالنا من القصة ضهية كويس ان كان عندنا تبريد ما شاء الله كويس جدا حتى لو عندك تبريد لازم الصيانة بتاعته تكون ممتازة مش عندي تبريد وخلاص لا لازم تتأكد ان التبريد شغال كويس وانا الكفاءة بتاعته يعني ممتازة جدا تمام بعد كده جماعة كانت مشكلتنا برضو في النبات دهوا بالنسبة للأعفان كان فيها مشاكل كتيرة جدا ويتقدر بالنسبة للأعفان الجزور ديا اولا الحقن كذا مرة اثناء الشتلات ما هي موجودة في المشتل وهي صغيرة وبداية ما بتنزل على اليوم الثالث او اليوم الرابع بنرش بنبدأ نحقن نحقن اي مبيد داخل الشبكات الرئيب التنقيد مبيد يكون كويس جدا اول مرة علشان الدنيا تمشي معاك او مبيدين ممكن تخلطهم على بعض انا بستخدم اليوم الفورم يوم الفورم كويس اما تجرع تجريع او اما انك انت فيه ناس بس بتقولك اصلا ما فيش نتائج بتيجي يا جماعة الخير لو الفطر جيه واكل الجدر او عمل مشاكل في الجدر مهما حطيتمه اصل الجدر خلاص انتهى يعني واحد مات هتسقيه مية ليه مالوش لازمة مخلاص مات والتحق بالرفيق الاعلى معدلوش لازمة كلامة فالجدر اصلا انت بتوصل لمرحلة متأخرة وبتقول لي لا والنبي ده انا لا انت ما انت انت من الاول خلاص كنت تتحط من الاول خلاص حتى لو حطيت لازم تتحكم في المية مش ان انا ادي مية ادي مية وفي الاخر الاء الدنيا مش كويس ادي مية مع الحرارة اذا في المية ديت بتسخن فتعمل اهتراء او الجدر اساسا بالتاكل يبقى مهري كده تمام فدي ما لهاش لازمة سيبقى من الاول خلاص تتحكم في المية وتتحكم في المبيدات حول المبيد يكون قوي وبعد كده يا سيدي حط مبيدات عادي لو نحاس عادي مفيش اي مشكل خالص كبريت مفيش اي مشكل خالص كبريت ميكروني مفيش اي مشكل خالص المبيدات انا عارف ان هي غالية حاجة برضو اه تفرض بلك منها خالص في الزراعات اللي بتبقى الحرارة فيها عالية ديت المادة العدوية وان كان سماد الاساس اللي انت بتحطه في الاول ده ياريت ما تحطهش خالص حتى في العروة دي يعني تمام ياريت السماد لما بتحطه بتحطه على عمق تحت شوية لان مجرد الجدر ما بينزل عليه طبعا ممكن يعمل لنا مشاكل مع سخونية التربة نفسها يعني التربة نفسها لم تتفع درجة الحرارة بتعمل لي مشاكل بالنسبة لاعفان الجذور ما تستهونش باعفان الجذور انت ممكن تأثر في الحشري بس لا يمكن تأثر فيها لان هي مشاكلها كتيرة لان دي زي ما قلنا قبل كده هو العمود اللي مبني عليه العمارة هو اساس النبات ان ضرب الجدر خلاص النبات ملهوش لازم بعد كده بالنسبة للراية قلنا كنا متحكمين في الراية عشان حاجتين حاجة الاولى زي اللي لسه مكلم في القصة اللي احنا قلنا عليه اللي عفان الجذور والزبول والكلام ده والحاجة التانية عشان النبات ما يطولش مني ويسرول بالنسبة للتسميد التسميد انا ببنصحكش انك تسمت كتير في الحرارة العالية طالما النبات ماشي واقف على حاله بقى ما تسمتش كتير في الحرارة العالية وحتى لو سمت التسميد يكون يعني قليل الشهر الاول ده هو يكفيك مرتين او ثلاث مرات على الاكثر تضيف فيهم عشرينات مع يعني كل ما بتحط عشرينات تضيف عليها قليل من المغنيسيوم يعني لو عندك مجمع زي ده هو تنصف الدان يعني تقريبا فيه حوالي سبع تلاف نبات سبع تلاف نبات دول ممكن ما يزيد ان احنا نحط لهم عن اتنين كيلو وعشرين عشرين عشرين مع ممكن كيلو سلفات مغنيسيوم وكيلو كمان تلاتاشر بعين تلاتاشر او حمضة فسفوريك او عالي فسفور يعني اربع كيلو كويسين جدا لو حطيتهم ثلاث مرات في الاسبوع ممتاز جدا الخمساشر يوم الاولى يعني حاول ما تحطش في العشرة تعمل اولى تسميد غير النبات اللي بتزرح في الشتو خد بالك لان العملية بتختلف والتسميد ده علم وفن وادارة مش وخلاص يعني تمام انها بتشغل عندي خلاص ارفع ايدي عن التسميد شوي ليه عندك ملوحة عالية بردو ودرجة الحرارة عالية ما تسميتش كتير عشان ما تعملش لنفسك مشاكل تمام نفس الشهر الاولاني يعني تحاول تهدى فيه خالص 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 بالنسبة لي المكافحة الحشرية برضو زيبا بنقول هات مبيدات محترمة تمام وابدأ رش يكش يومين والتالت في الحشري عشان ممكن يكون عندك احنا عندنا بالنسبة لنا يعني الزيبا بنبيدات مش موجودة لان او التوتا ابسليوتا كمان مش موجودة في الكويت لان درجة الحرارة بره البيوت البيوت طبعا معقمينها ودرجة الحرارة بره خمسين فبالتالي ما بعيش معانا يعني الحشري بكون يعني متضمر شوي بسبب درجة الحرارة العالية دي خصوصا على التوتا ابسليوتا وحتى السقيبة المصة يعني فامورنا بتكون كويسة جدا فيعني ولكن الوقاية خيره من العلاج انت لازم برضو ترش علشان امورك تبقى كويسة فيما بعد ممكن يكون فيه حاجات امراض ممكن تظهر لك بعد كده حشر لو انت كسلت فعشان كده من بداية خالص بالرش ممكن كل يومين او ثلاثة ايام مرة تلاقي امورك باذن الله تعالى كويسة جدا الرش اللي هو الحشري ده برضو مبيدات كويسة وهو اصلا ما باخدش كمية المية يعني ممكن البيت اللي قدامك المجمع ده كله بياخد 150 سنطي من نسبة للرش عندنا فجيب مبيدك محترم علشان يدي لك نتيجة كويسة وكويسة جدا كمان تمام المبيدات تكون ما بين التوتا ابسليوتا برضو وتكون ما بين الساقيبة المصة اللي هي على رأساتها على زباب البيضة ممكن ما يكونش عندنا في الكويت ولكن نهاية بتتواجد في الوقت تهوت في مصر وفي السعودية وفي البلديا بتتواجد يعني لدرجة الحرارة بتاعتها كويسة بتتواجد فيها بكميات وكميات كبيرة جدا عشان كده تاخد بالك من الحاجات دي كويس جدا وبشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة